الصحة والسكان الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع قوي وصحي ومن هنا بتيجي أهمية النسخة التانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 20-24 واللي بيتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام في العاصمة الإدارية الجديدة من الفترة من 21-25 أكتوبر الجاري طيب المؤتمر شارك فيه بالجلسة الفتاحية الرئيس رئيس السيسي كان حاضر في هذه الجلسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان حاضر وعلى مضر جلساته في مشاركة لعدد كبير من المسؤولين والخبراء لمناقشة قضايا مهمة منها تحسين صحة الأم والطفل منها مواجهة الكرسة اللي اسمها خيتان الإناث اللي مشلسته لحد دلوقتي ما خلصناش منها مكافحة الأمراض المزمنة تمكين المرأة تحقيق التنمية المستدامة توطين صناعة الدواء في مصر ويمكن ده الموضوع اللي الدولة بتدي له اهتمام كبير جدا 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 في الفترة الأخيرة اصبحتني الجلاس حاول فوق جدا 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 جدات موسيقى